بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الأحداث الأخيرة يشاء ربك سبحانه عز وجل أن يبلي سرائر الناس وأن يخرج مخبؤات ومكنونات ما كانوا يضمرون في قلوبهم فإن فتنة الدهيماء كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتسرك أحدا من أمة رسول الله إلا وتلطمه إنها دهيماء سوداء تطال الأرض كلها لكنها في الأخير تأول إلى تقسيم الخلق إلى فسططين فسطات إيمان لا نفق فيه وفسطات نفاق لا إيمان فيه وبذلك فإن الفتن هذه من خيراتها وحسنتها أنها بإذن الله تعالى تخرج صدق إيمان الناس تماما تماما كما تعصر الرمان أو تعصر الظهرة فإنك تستخلص فيها ومنها أفضل ما فيها فكذلك هذه الفتن وتقليب الأحوال من قبل ربنا الكبير المتعال ففي تقليب الأحوال إخراج مخبوآت القلوب فيزداد المؤمن إيمانا وصفاء تماما كالذهب حينما يفتن في النار فإن النار إنما تقوم بنفي خبث تلك المعادن الخبيثة الرديئة ليلمع الذهب لوحده هكذا إذن عند المؤمن الفتنة إخراج كنز الإيمان ليصطع نوره ويظهر في العالمين بصدقه قبل أن ينقى الله تعالى وكذلك الذي كان يخفي نفاقه وكان عياذا بالله يتحلق حوله الناس يعتقدون فيه الصلاح فيأتي تقليب الأحوال بالفتنة والاختبار والامتحان فإذا بحقيقة الإنسان تظهر إذا به يميل إلى معاملة المسلمين بشدة إلى مؤازرة المستبدين إلى الوقوف في وجوه الظالمين قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكموا النار وقال تعالى يبين هذه الحقيقة ما كان الله ليظر المؤمنين على ما أنتم عليهم لا يمكن أن يترك الحالة كما هي فلابد إذن أن يكون هناك غربال يسمى الابتلاء والفتنة حتى يتميز الصفوف تتميز الصفوف ما كان الله ليظر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب الله تعالى لا يطلعكم على مكنونات قلوب الخلق فإنكم إنما تحكمون على الناس بالظواهر وهذا ما اقتضته شريعة الرحمن نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر لكن الله تعالى سبحانه في آخر الزمان يرسل الفتن الكشافة ليميز الناس بفتنة الدهيماء وها أنت ترى بإذن الله تبارك وتعالى أن الله تعالى ميز في العلماء الذين يضعون على رؤوس عمامات تشير إلى التخرج من المعاهد الدينية فإذا بها تجعل من كان في قلبه المرض يظهر على حقيقته أمام الناس وتنكشف سوءته وإنا لله وإنا إليه راجعون ونسأل الله أن لا يبتلين يا رب وتخرج خبأ صدق بعض العلماء الذين لم يكونوا معروفين عند الناس وإذا بهم يصدحون بالحق ويأبون أبدا أن يقفوا في وجهه ولا يلحق إلى جانب الباطل ليخسروا آخرتهم وإذا بهم يملؤون استجون ثابتين صابرين محتسبين ما كان الناس يعرفهم ولكن الله يعرفهم وهكذا ترون أن الله تعالى أيضا ميز في مجال الإعلام أي إعلام ذاك الذي كان يتبنى قضايا الأمة فلم نجد له أبدا حسا ولم نسمع له ركزا أين هو؟ كله منحاز إلا ما رحم ربك حتى لا أجازف إذا قلت إن أمة رسول الله من أهل السنة ليس لها إعلام ينطق بلسانها ويتحدث عن آلامها ويدغدغ أحاسس الأمة يدفعهم لتبني آمالها هو غائب غائب تماما غائب إذن فالله تعالى ميز في الإعلام الله تعالى ميز في رجال الأعمال الله تعالى ميز في كل مجال من المجالات الله تعالى سبحانه عز وجل ميز أيضا في القضاء قضات وقضات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القضات الثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة قاض جاهل الحكم وحكم بجهل فهو في النار وقاض عياذا بالله عرف الحق ولكن اشترى والعياذ بالله دنياه بآخرته فحكم وهو يعلم بالظلم فهو من أهل النار والرجل القاضي الذي علم الحق وحكم به هو في الجنة أنتم ترون أن مصر تعرفون إن شاء الله تبارك وتعالى أن يوسف عليه السلام يأتي من يقول له إن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين ومع ذلك حكم قضاء مصر على يوسف السجن منذ القديم كان هذا القضاء يفعل ذلك أما عن النقطة الأولى تمييز الصفوف صفوة حجازي ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن البر وتسعة من إخوانهم يحكم عليهم بالإعدام الحكم النهائي الذي ليس بعده نقض ولا إبرام بعد أن كانت هناك جلسات لتنفيذ حكم الإعدام على رجال صدقوا معهد الله عليه كالمقرئ الذي تحدثنا عنه وكأولئك الذين قضوا في السجون أو نفذ فيه حكم الإعدام من شباب الصحوة الخيرين ولم يحكم بالإعدام إلا على المتدينين حامل كتاب الله الدعاة إلى الله فالرسالة إذن واضحة مفهومة الرسالة واضحة مفهومة وليس هناك من يتحدث أبداً عن تنفيذ الإعدام صدعوا رؤوسنا نريد إلغاء أحكام الإعدام تريدنا إلغاء حكم الإعدام فقط حتى يتسنى للمجرمين أن يصنعوا ما يشاءوا دون أن يطالهم حق الله وشريعة الله أما هناك حينما يتعلق الأمر بإعدام المسلمين سواء في الطرقات بغير قانون وبدون شاهد أو في محاكمات سورية تفتقد إلى أدنى أدنى متطلبات توفير أجواء العدالة وهم يعدمون وإذا بهذه إن شاء الله تبارك وتعالى المجموعة الثانية صفوة حجازي وعبد الرحمن البر وكثير من هؤلاء بتهمة لا حول ولا قوة إلا بالله لا تستطيع أن تتلفظ بها رابع العدوية التي أحرقت عن بكرة أبيها وأحرق من فيها فيصبح الضعيف الآن في هذا الزمان هو مجرم في كل الأحوال في قانون الغاب لأن قانون الغاب قوامه ألا مكان للضعيف فلو كان هؤلاء أقوياء ما تجرأ أحد على أن يفعل بهم ما يفعل لحد الآن ولكن إلى الله المشتكى إذن هؤلاء إن شاء الله تبارك وتعالى الزمرة التي جعلت الدهيماء تخرج خبأ صدق مكنونهم وهم الآن بإذن الله تعالى حجة الله على كل هؤلاء المضعضعين الموثرين للحياة الدنيا على الآخرة وهناك أناس عياذا بالله أفرزتهم هذه الفتنة فتنة الدهيماء ورأيناهم كيف انحازوا إلى الظلم ولا أريد أن أتكلم عن أسمائهم ولا أن أتحدث عنهم فيكفيهم ما هم فيه سائل الله تعالى أن يعفوا عننا وأن يسترق بائحنا وفي خضم هؤلاء وأولاء إذا بهذه المحكمة تستدعي الشيخ محمد حسين يعقوب الذي عرف عن طريق الإعلام بدروسه القيمة التي كان يستفيد منها الشباب ثم يؤتى به بإذن الله تبارك وتعالى إلى المحكمة لكي يسأل عن قضايا في أمور لا أعرف لماذا استدعي لها أصلا ولكن المتابع لهذا الشيخ علم أنه لن يترك وليترك أبدا من قبل نظام انقلابي لا لشيء إلا لأن نبرته عند محرقة رابعة كانت تصب في خانة معارضته لهذه العملية فقط فقط لذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن تعجب فعجب كيف صنعت الدهيماء بالقضاة حينما يسأل الشيخ لماذا لا تبدأ دروسك إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا سؤال هل هذا السؤال يسأله قاضي مسلم لماذا تفتتح دروسك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إننا نكاد نجزم أن هذه الأنظمة المنقلبة وقد قلناها لا تمت بصلة إلى أمة رسول الله هي وجيشها وإعلامها وقضاتها وإلا لما تمكنت من خلال أجهزتها أن تقوم بكل هذه الأعمال نيابة عن أعداء الله تعالى في حصار إخواننا المسلمين في غزة في تقديم الدعم اللوجستي والمخابرات إلى الأعداء بحيث صارعت طائراتهم لإطفاء الحرائق في تل الربيع مباشرة حينما انطلقت الصواريخ من غزة تدك تل الربيع ولم يكن لأحد أن يعلم ذلك لولا أن الصهاينا هم من أعلنوا عن ذلك وقدموا شكرهم لذلك النظام لا حول ولا قوة إلا بالله فالأمور أصبحت واضحة ما كان الله ليظر المؤمنين على ما أنتم عليه يا إخوان ليحيى من حي عن بينا ليحيى من حي عن بينا ويهلك من هلك عن بينا على كل حال نسأل الله تعالى سبحانه أن يثبت هؤلاء المرابطين هؤلاء الصادقين نسأل الله تعالى سبحانه أن يجعلهم من كل هم من فرج ومن كل ذيق مخرج وأمر الله بين الكاف والنون ولعل الله تعالى سبحانه يحدث بعد ذلك أمرا ويقلب الموازين إنه على ما يشأ قدير وبالإجابة جدير ثم بعد ذلك لا يظرهم إلا قل الله تعالى شهداء بعد حياة عامرة بالدعوة والصدق مع الله فرابح البيع يا صفوت رابح البيع يا عبد الرحمن رابح البيع يا بلتاج رابح البيع يا أيتها الفتية الطيبون المباركون يا أيتها الأياد المتوضعة يا أيتها القلوب الوجلة من رب عظيم لا إله إلد الله محمد رسول الله فأسأل الله يربط على قلوبهم وأن ينصرهم وأن يجعلهم من همهم فرجا ومن ضيقهم مخرجا وأسأل الله أن يربط على قلوب عوائلهم وأولادهم وأحبابهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأل الله تعالى أن يدمر أعداء الله أسأل الله تعالى أن يخلص الأمة من هؤلاء من هذا النوع من التسلط من هذا النوع ممن يحكم رقاب المسلمين وهو لا ينتمي للمسلمين وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين